وصفت صحيفة الشرق الأوسط قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بأنه إعادة رسم الخريطة السنية في البلاد وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الذي جاء بعد تأجيلات استمرت لنحو سنتين في قضية شائكة كان مفاجئاً وبمثابة زلزال سياسي سواء في حجم تأثيره أو في توقيته مشيرة إلى أن الحلبوسي وعد أحد أهم الأرقام الصعبة في العملية السياسية في العراق التي بنيت على أساس التوازن المكوناتي